اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من دورة تعليم برنامج فوتوشوف في هذه المحاضرة سنتناول بعض الأمور كالأشكال وسنأخذ تطبيقا عمليا على الطبقات بداية نفتح ملف جديد بمقاسات مثلا ألف في ألف وبدقة 72 فيما يخص الأشكال فيما يخص الأشكال طبعا بعد ما نضغط كليك مطول يأما كليك مطول يأما كليك أيمن على الأشكال ستطلع خيارات الأشكال وعندنا هذه الأشكال الريكتانجلر والراوند ركتانجلر والإليبس كال والبوليغون واللاين والكوستم شايد طبعا فيما يخص الريكتانجل طبعا جميع هذه الأشكال بنفس الفكرة طبعا بعد ما نختار الشكل الريكتانجل مثلا وعندنا هنا ثلاثة خيارات الخيار الأول هو يرسمنا الشكل بنفس الطبقة يدمجنا الشكل مع الطبقة يعني إذا أجي هنا أرسم هذا الشكل وألاحظ أنه شكل الرسم بنفس الطبقة هنا يرسمنا الشكل على شكل مسار باث طبعا راح نتعلم هذه الجزء من خلال تعلم على البنتول إن شاء الله راح يكون فيها الجزء أو المحاضرات في المستوى المتوسط إن شاء الله وهذا الجزء اللي هو راح يرسمنا الشكل بطبقة منفصلة وهو طبعا الأفضل والأكثر استخداما shape layers حتى نقدر نتحكم بالشكل بشكل أدق طبعا بعد ما نرسم الشكل نلاحظ أنه الشكل نضاف بطبقة منفصلة ويمكن التحكم بهذه الطبقة من نقله وتكبيره وتصغيره وبنفس الوقت ممكن الضغط double click على هذا الجزء اللي هو لون الشكل ونقدر نضيف طبعا نضغط علامة الصح و double click ونقدر نغير اللون حسب اللون اللي إحنا نريده هذا فيما يخص الأشكال تقريبا تقريبا متشابهات الأشكال لدينا هنا round rectangle اللي هو المقصود بمستطيل مدور الحواف طبعا لدينا هنا نفت شيء اسمه radius radius المقصود بنصف القطر ونصف قطر هذه الدائرة باعتبار لو افترضنا هذه الدائرة نصف قطرها هنا ال radius الافتراضي أنا مخليه 30 نقدر نخليه 50 وأقدر أرسم ألاحظ أنه نصف قطر هذا القوس أكبر من نصف قطر هذا القوس وأقدر أخليه 20 و 10 وهكذا صار عندنا هذا اللي هو المستطيل مدور الحواف بنصف قطر 10 بيكسل هذا فيما يخص الأشكال يعني أشكال بسيطة وسهلة وبإمكانكم ترسمون تصاميم ورسومات جميلة من خلال هذه مجموعة الأشكال ناخذ معلومة أخرى بأداة البراش طبعا بأداة البراش لو ضغطنا كليك أي من على أداة البراش عندنا هنا الهاردنس الهاردنس إذا كان صفر رح يكون البراش متوهج أو مدرج الحواف وإذا كان الهاردنس 100% أو قريب على 100% رح يكون الحواف مصمتة أو حادة فلو أخذنا مثلا هذا اللون أو أخذنا مثلا هذا اللون اللي هو الرمادي ورسمنا هالطبقة مليناها بهذا اللون بالجزء المصمت وبعدين نفس أداة البراش كليك أي من خلينا الهاردنس صفر يعني الأداة متوهجة واختارينا اللون الأبيض مثلا أو رصاصي فاتح ممكن أن نكبر شوي البراش ونرسم كليك لاحظ أنه رح يصير عدنا تدرج مثل ما تلاحظون أنه أكو تدرج صار عدي من الأبيض إلى الرمادي هذا التدرج يطيني فد لمسة جميلة بالباكجراوند وأقدر أستخدمه بتصاميم جميلة مثل ما راح نشتغل إن شاء الله بالتطبيق يعني ممكن أنه تدرجي أما يكون من المنتصف إلى الأعلى ممكن يكون على شكل خطي وطبعا هذا التدرج نقدر نشتغلها بأداة اسمها الـ Gradient هذه الأداة اللي هي الـ Gradient وإن شاء الله راح نأخذها بالمحاضرات القادمة ولكن أنا بالنسبة لي أفضل وأستمتع بالتدرج اللي يحصل من خلال البراش يعني مثلا لو ملينا هذه الطبقة باللون الأحمر مثلا باللون الأحمر واختارينا اللون الأحمر غامق مثلا أو الماروني وحاولنا نرسم بأداة البراش نلاحظ أنه يصير عندنا تدرج جميل بين اللون الأحمر الداكن وبين الأحمر الفاتح ونلاحظ أنه يصبح background جميل جدا ولو أضفنا نص بهذا الـ background يعطي رونق جميل مثلا مثلا خلي نقول بي هل ممكن أن يكون 300 وممكن يكون 400 مثلا نلاحظ أنه بمجرد أنه ضفنا نص و background نلاحظ أنه أصبح عندنا تصميم جميل وأنيق رح نبدأ بالتطبيق اللي هو إعلام بسيط عن وظيفة تصميم مثلا طبعا نفتح قياسات الملف من file new ونختار العرض الف بيكسل والارتفاع 350 والresolution رح يكون 72 والنظام اللوني RGB يعني معناه أنه هذا التصميم رح ينعرض وطبعا هو إعلان ممكن أن يكون على الفيسبوك أو على ويب سايت معين الخطوة التالية نختار اللون الأصفر مثلا هذا اللون الأصفر ونختار هذا اللون الأصفر طبعا من foreground ونحاول أنه نزيد بعتمة هذا اللون من خلال إنزال هذا المؤشر إلى الأصفر قليلا مثلا بهذا الشكل أو ممكن إلى الأعلى بعدها OK ومن أداة البراش نصغر أداة البراش قليلا ونرسم نملأ الطبقة بهذا اللون مثل ما تلاحظون الخطوة التالية من خلال foreground نحاول بزيادة عتمة اللون الأصفر بحيث يصبح قريب إلى البرتقالي مثلا بهذا الشكل ونحاول بتكبير أداة البراش وكليك أيمن نتأكد أنه الهاردنس صفر يعني معناها أنه الحواب متوهجة ونرسم بها المنطقة بنصف تقريبا نصف التصميم يعني صار عندنا تدرج من الأصفر إلى الأصفر غامق أو البرتقالي الخطوة التالية نرسم شكل مستطيل مدور الحواف طبعا بعد ما نختار هذا الشكل اللي هو مستطيل مدور الحواف ونختار نتأكد أنه الخيار مطبق لير منفصل والرادية أصلاح يكون 30 مثلا يعني نصف قطر الدائرة 30 ونحاول نرسم بهذا الشكل مستطيل مثلا مثلا بهذا الشكل ونلاحظ أنه هذا مستطيل الرسم عندنا بنفس اللون البرتقالي طبعا نقدر نغير لونه إلى اللون الأبيض مثلا من خلال نضغط دبل كليك على هذا اللون الخاص بالطبقة خاصة بالشكل ونختار اللون الأبيض موافق طبعا أصبح عندنا هذا التصميم جميل ممكن أنه بأداة التكست نضيف مربع معين بهالمنطقة ونتأكد أنه حجم الخط يكون 72 مثلا ونكتب إعلان مثلا وهذا الإعلان رح يكون بلون أبيض وطبعا أوكي علامة الصح أو أفوا ممكن أن يكون بلون أحمر ورح يكون بها المنطقة جيد الخطوة التالية نرسم شكل مستطيل من خلال هذا Tangle Tool وهذا الشكل المستطيل رح يكون مثلا بها المكان ونختار اللون هذا الشكل المستطيل مثلا هذا اللون العنابي مثلا أو اللون البنفسجي أو القريب إلى البنفسجي أوكي وطبعا نحاول أن يكون بها المكان نختار أداة الكتابة ونكتب بها المنطقة مثلا مطلوب وظيفة عمل ممكن هذا يكون باللون الأبيض ونتأكد أنه طبقة الكتابة هي أعلى من طبقة الشيب اللي هو هذا المستطيل ومن أداة الموف نختار طبقة الكتابة ونحاول بوضعها بهذا المكان على الشكل المستطيل مثلا ونكتب بها المكان مثلا مطلوب مصمم يجيد العمل على برامج الحاسوب تالية طبعا نلاحظ أنه اختفى عندنا النص السبب أنه حجم النص أكبر من حجم مربع النص ممكن أنه نزغر حجم مربع النص ممكن بها المكان وهذا لون النص راح يكون بنفس اللون اللي هو اللون العنابي تمام جدا نحاول هنا نضيفة صورة آيكونة خاصة ببرامج الحاسوب أو برامج التصميم طبعا ممكن هنا يكون برامج التصميم وليس الحاسوب صحيح هنا برامج الحاسوب ولكن هنا بالعنوان الأدق برامج تصميم نضيف الصورة وهذه الصورة راح أرفق لكم إياها بالتطبيق إن شاء الله طبعا بعد من نحدد هاي الصورة نختار أداة الموف وطريقة جديدة للنقل نسحب هذه الأداة ونبقى صاحبين click بالماوس ونفلتها بي هالمكان أو ممكن أنه أو ممكن من select all ومن added copy ومن added best وطبعا من أداة الموف يفضل أنه أثناء التصغير نضغط على المفتاح shift حتى التصغير يكون بنسبة وتناسب ممكن يكون بي هالمكان ممكن تكون بي هالمكان ممكن ممكن نرفع النص إلى الأعلى مثلا وأيضا نرفع الآيكونات إلى الأعلى وممكن نكتب هنا نص للتواصل نكتب في هذا رقم تليفون مثلا على التعين وهذا رقم تليفون نحاول بتصغيره قليلا وممكن نمطي لون أسود ممكن هذا يكون بي الأسفل ويفضل أنه نصغر حجم النص 20 مثلا أو 30 30 جيد موافق أصبح عندنا هذا الإعلان إعلان بسيط جدا وسهل وبنفس الوقت يحتوي على لمسة جميلة وملفت للناظرين طبعا هذا الواجب رح يكون هو الواجب الخامس الخاص بي المحاضرة الثامنة ورح يكون هو الواجب الأخير في هذه الدورة للمستوى الأساسي نتمنى أن نتكملون هذا الواجب ودزلنا على شكل صورة كالعادة وكالواجبات السابقة ونلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر